والحالة مبارح المباراة كانت أجواءها حماسية جدا 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 وكان فيها حضور قوي من وزير الشباب ورياضة ورئيس الاتحاد التولي لكرة اليد وده بكل تأكيد بيدعم اللعيبة بشكل كبير جدا وإحنا عملين نقول أنه الدعم مهم جدا لأنه البطولة على أرضنا فيعني طبيعي أن البطولة بإذن الله تكون مصرية وتكون دي النجمة التامنة للمنتخب المصري في أفريقيا إحنا كمان من برنامج التاسعة بندعمهم وبنشجعهم وعملين هاشتاج اسمه شجع مصر وشجع أبطال كرة اليد النجمة التامنة ومصر أبطال أفريقيا النجمة التامنة تقترب ادخلوا ودعموهم واكتبوا لهم كل الكلام الحلو اللي تقدروا عليه وكمان مش بس تدعموهم على السوشيال ميديا حيثكم تروحوا وتشجعوا لأنه إحنا اتحرمنا كتير من حضور المباريات وزي ما فيه ناس بتحب تحضر مباريات لكرة القدم أكيد فيه جمهور كبير جدا وجمهور عريض جدا لكرة اليد وخصوصا لما نوصل نهاية أفريقيا أكيد الموضوع مختلف الروح هتكون مختلفة الحماس هيكون أكبر بكتير المباراة هتكون بكرة ساعة 9 في 6 أكتوبر في صالة حسن مصطفى مدعوكم كلكم أنكم تروحوا وتسندوا المنتخب الوطني لكرة اليد وإحنا هنفضل طول الحلقة نتكلم معاكم عن المباراة النهائية وعن حتى كل التنظيم اللي حصل لها دي البطولة على أرض مصر ويكون معنا كابتن حسن غريب هنتكلم معا كل التفاصيل والكواليس ده حصلت في البطولة خليكم تابعينا طول الحلقة دلوقتي نروح مع حضراتكم فاصل ونرجع بعد ونكمل الكلام